السلام عليكم أسعد الله صباحكم مشاهدين الكارم أهلا بكم إلى برنامج قهوة وجورنال لنهار اليوم سأرفقكم اليوم استثناء وسيعود لكم زميل محمد عصماني خلال أيام القادمة الكثير من المواضيع تناولتها الصحف الوطنية ناطقة بلغتين العربية والفرنسية لنهار اليوم منها السياسية الاجتماعية والرياضية وحتى مواضيع خاصة بالمجتمع على غرار جريدة النهار اليوم التي عنونت هذه هي لغتنا تحدثت عن لغة الجزائريين اللغة العامية للجزائريين كذلك تحدثت عن فضيحة في الجلفة بعد اختفاء 78 جواز صفر خاص بالحجاج الجزائريين بهذه الولاية جريدة البلاد تحدثت عن خطة عمل حكومة سلال ثلاثة تحدثت عن إنجاز مليون ونصف وحدة سكنية خلال خمس سنوات القادمة صحيفة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية تطرقت للموعد الكروي الأوروبي الرياضي أمسية اليوم الذي سيجمع بلشبون البرتغالية فريقي العاصمة مدريد فريق ريال مدريد وأتليتيك مدريد في نهائي تشامبيونز ليغ الأوروبي أمسية اليوم جريدة النصر تحدثت عن إشكال كبير في البطولة الجزائرية المحترفة وتطرقت إلى إشكال تسقيف أجور اللاعبين وعنونت على لسان رئيس الرابطة الوطنية لا تراجع عن تسقيف الأجور ومن لم يعجبه القرار فليتوقف عن اللاعب إلى الخبر التي كتبت اليوم عن اللحم الهندي المستورد إذن قالت اللحم الهندي ليس حلالا طيبا وفيه كثير من الجرائد على غرار الإكسبريسيون التي تحدثت عن غضب كبير لطيب لوح قبل يومين مشاهدين الأكارم أتجهب بكم إلى معرض الصحافة وأكثر تفاصيل أهلا بكم مشاهدين الأكارم إلى معرض الصحافة لنهار اليوم سبت البداية إذن من جريدة النهار التي تناولت العديد من المواضع منها هذه هي لغتنا فضيحة في الجلفة بعد اختفاء 78 جواز صفر خاص بالحج وإقصاء آلي لحاملية الهواتف النقالة من داخل مراكز إجراء الامتحانات وتلفزيون النهار الأكثر مشاهدة في الجزائر البداية مع الموضوع الأول إذن يجهل الكثير من الشباب الأصل والمعنى الحقيقي للمفردات والألفاظ التي يستعملونها للتعبير عن الفرحة والحزن السعادة الجوع الغنى والفقر أو حتى المرض رغم أن علماء الاجتماع والأنثروبولوجيين وحتى علماء الدين حذروا من مغبة الانسياق وراء الاعتقاد السائد لدى الجزائري باعتبار أن تلك العبارات تحمل معاني استفزازية وأخرى يهودية ومهربة من السجون والأخطر أن بعضها مستوحى من القرآن الكريم بتحريف المعاني واستعمالها في غير محلها إلى موضوع آخر تناولته جريدة النهار اليوم تكشف وثيقة عن قيام مصالح ولاية الجلفة بمصادرة 78 دفتر حج إذن من أصل 550 حصة المواطنين فيها القرعة لتوزيعها خارج إطار هذه القرعة زيادة على ما هو معمول به على مستوى السلطات العليا التي توجه بدورها أكثر من 6000 دفتر حج للمسؤولين ذلك خارج إطار عملية القرعة التفاصيل الكاملة تتابعونها اليوم في جريدة أو عدد اليوم من جريدة النهار في شأن آخر حدرت وزارة التربية الوطنية في تعليمة شديدة اللهجة من تكرار سيناريو العام الماضي بخصوص الغش الذي حدد في العديد من المراكز هو الموضوع الذي تناولته إذن جريدة النهار اليوم كذلك أين منعت إحضار الهواتف النقالة أو أي جهاز اتصال آخر إلى مراكز إجراء الامتحانات لأنه يعتبر محاولة غش يترتب عليه عقوبات صارمة في حق التلاميذ أقول حددها القانون بإقصاء المترشح من المشاركة في الامتحان لمدة تتراوح من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات بالنسبة للمتمدرسين وحتى عشر سنوات بالنسبة للأحرار في الموضوع الأخير الذي رصدناه لكم اليوم من جريدة النهار أظهرت نتائج آخر دراسة لمعهد أمامار المتخصص في الإحصاء تفوق تليفزيون النهار واحتلاله صدارة الترتيب من حيث نسبة المشاهدة حيث أحصى ما يفوق 8 ملايين جزائر كمعدل أسبوعي في الفترة المبتدة من الثامن وحتى الرابع عشر أفريل الماضي إلى جريدة الخبر اليومي التي عنونت اللحم الهندي ليس حلالا طيبا وعنونت في موضوع آخر ضغوط على الجزائر للعب دور الدرك في الساحل دعا إذن مجموعة من تجار الجملة الموزعية لحوم المجمدة دعوا وزير شؤون الدينية والأوقاف إلى التدخل وحتى الجزائريين عبر آئمة المساجد على الكف عن تناول اللحم الهندي المستورد لأنه على حد قولهم تضيف جريدة الخبر ليس لحما حلالا طيبا فضلا على أنه مضر بصحة المستهلكين بعد أن أكدت تحاليل معهد باستير وجود بكتيريا في اللحم المجمدة التي استوردتها الجزائر من الهند وفي الموضوع الآخر لجريدة الخبر تريد العديد من الدول من الجزائر أن تتدخل لحل الأزمة في ماري عن طريق جمع الفرقاء من الحركات المسلحة وهناك أيضا من يريد أن تقوم الجزائر بالمثل في الأزمة الليبية وأيضا تلعب دور الدركين محاربة الجريمة المنظمة وكسر شوكة الإرهابيين المتنقلين عبر الحدود في منطقة تعرف فوضى أمنية عارمة حيث يريدون أن تعالج الجزائر السياسة الخاطئة والحمقات التي وقعت فيها فرنسا والناتو تقول الخبر الجزائر نيوز إذا مدى عنوانت اليوم مدى حضر ديوان الحج والعمرة لمجابهة كورونا وفي التفاصيل طمأن الديوان الوطني للحج والعمرة المعنيين بعمرة رمضان المقبل من خطر الإصابة بفيروس كورونا خاصة وأن الديوان اتخذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا المنتشر حاليا في المملكة العربية السعودية وتضيف الجزائر نيوز إذن كما قرر الديوان تنظيم عمليات تحسيسية ووقائية جديدة للمعتمرين والحجاج الجزائريين ضد هذا الفيروس إلى صحيفة أخرى وقت الجزائر التي عنونت اليوم الألاف إذن من مناصب الشغل لمتعاقد آنام في الوظيفة العمومية وفي التفاصيل تتهيئ المؤسسات والإدارات العمومية لتنظيم مسابقات داخلية على مستواها لفائدة الآلاف من المستخدمين المتعاقدين في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل آنام من حملة الشهادات الجمعية وخرجية المعاهد وكذلك مراكز التكوين دون أن تتقيد بإعلانها عبر الإشهار العمومي أو موقع المديرية العامة للوظيف العمومي تقول إذن ذات الصحيفة في جريدة المساء الصادرة اليوم تزويد السوق بـ 900 ألف طن من اللحوم هو العنوان الأبرز بهذه الجريدة وفي التفاصيل سيتم تزويد السوق الوطنية قبل حلول شهر رمضان المقبل 900 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة المنتجة محلياً لإضافة إلى 30 ألف طن من لحوم البقرة المجمدة التي ستستوردها مؤسسة تسيير مساهمات المنتجات الفلاحية بروضا في الأيام القليلة المقبلة وحماية كذلك المستهلك من ظاهرة ارتفاع الأسعار في هذه الفترة تقول جريدة المساء إلى صحيفة الإكسبريسيون التي عنونت إذن حول ما جرى البارح إذن هو الغضب الأسود لطيب لوح هكذا عنونت وقالت صب أول أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح جمى غضبه على مدير المدرسة العلية للقضاء حيث خطب المدير بلهجة غضب كبيرة معتباً إياه على السماح بتكوين طلبة قضاء تحصروا على معدلات متدنية خلال مسابقة الالتحاق بمدرسة القضاء مستغرباً تكوين قضاء ليس لهم مستوى علمي مقبول وتضيف ذات الجريدة أنه تم إنجاح طلبة بمعدلات دنيا وصلت من سبعة إلى تمانية من عشرين إلى صحيفة أخرى نطقة بالفرنسية لسوار دلجرية التي عنونت المشاورات الملغومة للمقاطعين وفي تفاصيلها اعتبروا رفض عدة شخصيات وكذلك أحزاب سياسية دعوة المشاركة في مسلسلة عديلة دوستوري على غرار قطب قوى تغيير وكذلك بن فليس وستيد أحمد غزالي عائقاً في المشاورات التي يقوم بها مدير الديوان أحمد أويحيا الذي يبحث هذا الأخير عن تعميم وتوسيع المشاورات بين كل الأطياف السياسية الموجودة في الجزائر فيما يتواجد أو تتواجد حزاب سياسية تريد المساهمة بشكل كبير في هذه المشاورات مثل حزب العمال والآفلانة إلى الموقع الإلكتروني يتياسى كل شيء عن الجزائر الذي عنوان الغاز الصخري في الجزائر هي السياسة الطاقوية أيضاً للجزائر ونقل حديث سيد أحمد غزالي الذي اعتبر إذن وعيس الحكومة الأسبق أن عدم شرح الحكومة لخلفيات قرارها المتعلق بمنح الضوء الأخضر للشروع رسمياً في استكشاف واستغلال الغاز الصخري شبه الكثير من الغموض متسائلاً عن عدم إفصاح مجلس الوزراء المنعقدة الأربع الماضي عن تفاصيل هذا الموضوع الحساس على غرار من هو المستفيد من إطلاق هذا المشروع نعود إلى الصحف ناطقة بلغة العربية آخر ساعة تحدثت عن زيارة غول وقالت أنها تؤجج نار الاحتجاجات بميناء جنجن في ولاية جيجل عادت الاحتجاجات إذن مجدداً بميناء جنجن العالمي ذلك بعد إقدام المئات من سكان المناطق المحيطة بهذا الميناء على إغلاق هذه المؤسسة البحرية وذلك احتجاجاً على ما اسمه بالمحابات في توزيع فرص الشغل بها وحرمان سكان هذه المناطق منها رغم أحقيتهم بذلك حيث كانت هذه الاحتجاجات عقب زيارة عمار غول إلى هذا الميناء إلى صحيفة أخرى صوت الغرب التي عنونت رسائل والطرود لا تصلان إلى المواطنين بولاية وهران اشهدوا يومياً المركز البريدي سانشارل تواجد العديد من المواطنين الذين يقدمون شكاوى لمصلحة البريد ومركز الفرز والتوزيع الجهوي بوهران لعدم وصول رسائلهم وكذلك طرودهم من الخارج ومن باقي الولايات التي بعثت بها وبعت بها وبعت بها عن طريق البريد المضمون رغم مرور أزيد من شهر على انتظارهم حيث حيث أطار قول هذا المشكل قلقهم فيما تسجل الملحمة أو الملحة مئة وخمسة وثمانين الشكوى سجلت بشكل شهري في هذه المراكز بولاية وهران مشاهدين الأكرم ننتقل إذن إلى تصريح اليوم تصريح اليوم مع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي قال هناك إصلاحات جديدة في قطاع العدالة خاصة في سلك القضاء ترتكز أساسا على تكوين القضاء بمراعاة طلبات المتقاضين وفقا للمعايير الدولية ونظرة المستقبلية لقطاع العدالة خاصة للقضاء متجددة وتستجيب لما هو مدرج في مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة ويجب الاعتماد في التكوين على الأساتذة مختصين يتمتعون بالخبر الكافية والكفاءة العاليين إلى جانب إدراج التخصص في القضاء لتمكين القاضي من التعامل مع الجريمة العابرة للقارات مشاهدين الأكارم كان إذن هذا هو تصريح اليوم لوزير العدل أما الآن ننتقل إلى أجندة اليوم إذن يقوم وزير الاتصال حميد جرين غدا بزيارة عمل وتفقد إلى جنوب الجزائر إلى ولاية أدرار بيضبط حيث سيعين مشاريع قطاعية ويقف على تنفيذها هناك في شأن آخر تقوم اليوم وزيرة التضامن الوطن والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم سيعامر غدا كذلك بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سعيدة حيث ستطلع على ظروف سير المراكز المتخصصة التابعة لقطاعها إلى شأن آخر يترأس وزير الموارد المائية كذلك اجتماعا لمدراء وحدات الجزائرية للمياه لـ 42 ولاية وكذلك المدراء العامين الجهويين وذلك بنادي الجيش ببني مسوس اليوم وينشط رئيس الحزب الوطني التضامن والتنمية اليوم لدولة صحفية عودة من جديد مشاهدين الأكرم دائما مع برنامج قهوة وجورنان إذن نرحب بضيفنا اليوم مونير زغدود مساعد مدرب باتحاد العاصمة أهلا بك صباح الخير ومرحبا بك صباح الخير أول شيء باروك عليكم الله يبارك فيك لقب البطولة إن شاء الله التحاد العاصمة توج بلقب البطولة إذن مونير واش تقدر تقولنا على هاد الموسم كامل؟ والله نبدأ الحمد لله التتويج هذا بطبيعة الحال الحمد لله اللي وفقنا والحقنا الهدف اللي كان مسطر منذ بداية الموسم وهو الفوز باللقب الحمد لله ننظن هذا اللقب هذا يعني نتيجة عمل كبير وجاد منذ طيلة الموسم على كل حال ما جاش بالصدفة ما جاش بالعمل اللي لحقنا لهذا المستوى وهذا يعني الفوز هذا تشكيلة اتحاد العاصمة الكل يتحدث عن هاد تشكيلة تملك لعبين مميزين على غرار لعبين شبان مثل الفرحات وغيره حقيقة ننظن اتحاد العاصمة يملك تعداد غني وثاري وهذا الشيء اللي يمد نوعا ما يعني مستوى للفريق وخليه دايما يتحسن من مباراة لمباراة كما أسبق وذكرت لعبين عندهم مستوى كبير ولعبين شبان تاني اللي يملكوا إمكانيات وراحين يكونوا في المستقبل يعني مستوى لبس به ومدوا يعني وبرحنوا بأنهم لعبين تعمل مستقبل إن شاء الله نذكروا أنه لعبين شبان تحصلوا أيضا على البطولة فريق الأمل كذلك فاز بالبطولة وفريق الأمل يعني روي ملك يعني لعبين شبان لينقدروا أن تكلوا عليهم في المستقبل إن شاء الله عندهم ممكانيات كبيرة لأغلبية تمرا في الفريق الوطني للأمل وهذا يشرف يعني يشرف يعني يشرف الفريق والنادي بصفاء عمال لا تخوفوش يعني ما تسروا بهذا اللعبين للفرقة أخرى صحة تعبير يعني أنكم تكونوا لعبين هكذا ومن بعد في الأخير يروحوا الفرقة أخرى أشوف ولعندكم برنامج أنكم تحافظوا لا فيه برنامج يعني إحنا يام من السنوات هذه القليلة الماضية يعني دلنا برنامج وينهد لعبين هدو ومضينا معهم عقود ولما اللاعب يلحق يعني باش يصعد مع فريق الأكابر ولا يلحق السن داعو باش يكون مع الأكابر اللاعبين اللي يكونوا في الفريق في اتحاد العاصمة أرغم في اتحاد العاصمة اللاعبين اللي ما يكونوش يعني نمدهم الفرق أخرى ويلعبوا فيها يعني بتاريقة يعني منظمة والحمد لله أنا نظن الموسم الماضي يعني عملنا هادشيه هذا كان اللاعبين اللي اللي راحوا يلعبوا في فريق وبرهنوا وداروا لحق المستوى لبس به وهذا الشيء هذا لما الفريق يحتاجهم يعود يسترجحهم بكل بساطة مونير هدف للفريق الموسم القادم على مأضون كأس ربطة الأبطال الأفريقية ما تشاطرنيش الرأي أن الفرق الجزائرية صعيبة عليها هذا الكأس هو صعيب على كل فرق على كلها ليس غير الفرق الجزائرية يعني في السنوات الأخيرة الفرق الجزائرية منذ سنين طوال ما وصلش يعني فريق جزائري نصف نهائي فقط لو يعني عشر سنين الأخيرة ما كانش فريق جزائري نصف نهائي فقط فقط على ما أظن انتحاد العاصمة فقط وصل نصف نهائي مرة في الفين وثلاثة في الفين وثلاثة لحقنا لهذا المستوى ولكن ننظن الأسباب يعني بسيطة هي أنه رأينا أنه الفرق الجزائرية ما هيش يعني من ناحية الفنية أو المستوى الفني ننظن هي قضية إمكانيات يعني في هذا المستوى يجب أن تكون عندك إمكانيات كبيرة إفريقيا كبيرة ويعني الصافر فيها صعيب والأمور هذي يعني اللي ما يشوفوهاش الناس الناس لما تتبع مقابلة تشوف يعني تسعين دقيقة أو أكتر فوق الميدان ولكن قبل الميدان هذك فيه أمور يعني كثيرة لما تبانش ولازم في هذا المستوى هذا يجب أن تكون يعني كل فريق أو أي نادي يشارك في هذه المنافسة هذه لازم يكون عنده يعني إمكانيات كبيرة ويحضر لها كما يلزم باش يكون في المستوى ويقدر يكون عنده الحض باش يفوز بهذا المستوى بالحديث عن الإمكانيات عن الأموال فريق تحد عاصمة ورأوا رجل ثاري يعني سي حداد يعني معروف أنه تحد عاصمة هكذا يقولوا يملك الأموال يملك الأموال لكن الكل يعني لكل أنظار اتجاهكم بهتنالوا هذا اللقب لقب ربطة الأبطال الأفريقية ممكن أنكم بالأموال فقط تنالوا هذا اللقب لا ماشي بالأموال فقط الأموال تسهل أمور نوعا ما في النادي تسهل أمور وهي حافز للعابين ولا لأي واحد يعمل في هذا النادي هذا لأنه الفوز ما هو عامل جماعي ما هي فش يعني غير الأموال وحدها ولا يعني يجب برنامج يكون تنظيم ويكون يعني تكون أمور كثيرة متوازية مع الأموال هذي اللي راهي اللي هنا باش تسهل أمور لهذا النادي هذا أو بصفة عامة يجب تنظيم كبير ويجب وقت وهذا ما يعنيش أنه لما تكون عندك الأموال يعني حسابيا راح تفوز بهذه البطولة يجب تحضر لها كما يلزم يجب يكون عندك إمكانيات بشرية كذلك إمكانيات مادية وإمكانيات يعني خاصة في الاسترجاع كما نقول هذي كامل لازم تكون باش نقدروا يعني يعني ننفوزوا يعني بهذا اللقب هذا اللي هو يعني لقب لقب تع حلم لكل نادي جزائري ولما لا هذي المشاركة الأولى بعد عدة سنوات لما لا بلك راح تكون يعني شاء الله ما زال ما سبقوش الأحداث على كل حال لما لا راح تكون إن شاء الله صائبة ولو لا ولم لم نصب على كل حال راح تكون خبرة يعني وبالك النقائس اللي راح تكون إحنا إن شاء الله نتمنى يعني ما تكونش نقائس كثيرا ولو تكون يعني تكون درس باش في المستقبل إنسان يحضر لها كما يلزم إن شاء الله نذكر فقط أنه مونير زغدود مساعد مدربة إحاد العاصمة كان معنا اليوم في برنامج قهوة جورنان لعدة أسباب فوز فريق اتحاد العاصمة بدرع البطولة بطولة رابطة المحترفة الأولى كذلك اليوم هو اليوم الختامي لهذه البطولة الجزائرية الجولة 30 والأخيرة اليوم بملعب الجزائر الحديث كان على الأموال وكان على إشكال كبيرة تطرقت له عدد من الجرائد على غرار النصر التي تحدثت مع رئيس الرابطة محفوظ قرباج قال لا تراجع عن تسقيف الأجور الحديث عن تسقيف الأجور في البطولة الجزائرية وقال من لم يعجبه القرار فليتوقف عن اللعب كذلك صحيفة ليبارتي تحدثت عن خمس دقائق إضراب سيشنها لعب البطولة المحترفة الأولى في اليوم في جولتها الختامية مونير تسقيف الأجور في الرابطة وفي البطولة الجزائرية تشوفوا في صالح الكرة الجزائرية أو ضد ذلك؟ والله ما نقدرش نعطي إجابة صحيحة ولكن هم داروا هذا التسقيف هذا عندهم أسبابهم الخاصة ولكن من الصعب التقبل من طرف خاصة اللعابين لما دخلنا العالم الإحتراف فنظر اللعابين يعني أولفوا يعني نوع المال ديسوم يعني شوفنا يعني أرقام كما يوقع أرقام فلكية يعني أرقام كبيرة لما لاعب تكون لاعب ينامي في الشهر راتب 300 مليون 400 مليون يعني أرقام كبيرة يعني يعود يعني يعني إلى 100 مليون إلى 120 مليون إلى 8 مليون هذا الشيء هذا من صعب باش الإنسان يتقبلوا رح يوقع إشكال في البطول على كلنا أنا نظن اللعابين نراهم ضد هذا القرار هذا نتمنى إن شاء الله يكون حل وحل يساعد يعني الجامع من ناحية اللعابين ولا المدربين ولا حتى المسؤولين تعال الفيدرالية ولا الرابطة إن شاء الله يعني يكون حل باش ما يأثرش سلبيا على على ما صار البطولة الوطنية إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله إذن مونير سنتوصل معك نستوقفكم مشاهدين عند هذا الفاصل ثم نعود للحديث الشيء مع مونير سغدود عودة من جديد مشاهدين الأكريم وبرنامج قهوة وجورنان وضيفي العزيز صباحة اليوم مونير سغدود مساعد مدرب اتحاد العاصمة صباح الخير ومرحبا بك من جديد مونير صباح إذن مونير تحدثت عدد من الجرائد على طريقة احتفال اتحاد العاصمة بدرع البطولة جريدة الحقائق قالت اتحاد العاصمة يتسلم درع البطولة في حفل خرافي هكذا وصفة الحفل وصحيفة وقت الجزائر قالت اتحاد الجزائر على طريقة الكبار وكما يبرز في صور اذا احتفال كان كبير وتمنقلوه على تلفزة العمومية الجزائرية وشاهدوا كل الجزائريين والله الحفل يعني كانوا حضروا له بتاريقة منظمة والحمد لله أنا نظن الناس اللي شاهدوا الحفل عجبهم الحال وشافوا طريقة يعني طريقة عصرية طريقة بنظمة اللي يتمد ان شاء الله صورة صورة مليحة على الاندية الجزائرية ويكون ان شاء الله مثال للمستقبل ان شاء الله لان احنا ميخفاكشن وكل مرة الناس يقول باللي كما تبرزه مونير هاته صور نارا اذا صور الاحتفال فريق اتحاد العاصمة بدرع البطولة مونير مازال هناك الاحتفال يتواصل على ما اظن اليوم وشو البرنامج اليوم فقط لو نعرف من عندك برنامج اتحاد العاصمة اليوم كان دورة في احياء العاصمة مع كل اللعابين والكأس يعني باش يعني دورة يعني خفيفة على كلين وبعد الدورة هديك رايح ان شاء الله نكونوا في حفل يعني خفيف عند سيد الولي اللي عرض يعني اتحاد العاصمة باش يهني هاد الفريق هذا على فوزه باللقب وان شاء الله رايح تكمل هاد في هاد الاسبوع هاد يعني تتابع يعني تواصل احتفالتكم ان شاء الله ان شاء الله مونير لو نتحول الى جانب اخر دائما في رياضة نتحدث على الفريق الوطني الجزائري نعرف انه مازال في تحضيراته المونديال البرازيل وفي الاجندة مباريتين وديتين امام كل من رومانيا وارمينيا هكذا خلال الايام القادمة مونير كيف يشوف سير التحضيرات وكيف تشوف في حدود المنتخب الوطني نبدأ بالحدود الحدود يعني متساوية في بداية قبل ما نبدأ يعني هذا اللعب بتاع مقابلات تاع كأس العالم نظن الحدود رح يمتساوية للفريق الوطني اللي يجب يؤمن الحاجة اللي يؤمن في حدوده ويلعبها يعني ان شاء الله حتى اخر لحظة رغم انه هذا المستوى هذا مستوى كبير ويجب ان نستنوب باللك الفرق اللي راح تكون يعني حتى هي تكون محضرة كما يلزم ومستوها راهو يعني مرتفع نوعا ما المنتخب البلجيكي المنتخب الروسي المنتخب البلجيكي يملك اللعابين يلعبوا في اكبر الاندية اللعابين كبار المنتخب البلجيكي روسيا معروفة بكورت القدم تحاوية ومدرسة كبيرة يعني في كورت القدم خاصة مع سارة متكابلوا على كل انه هو دار يعني عنده لكاشي كما نقولوا احنا يطابع تعال الخاص اللي يزيدين مدوا لهذا الفارق هذا الكورة الاسيوية متخب جنوب كوريا جنوبية خاصة الفارق الكوري يتميز بالسرعة ويعني عندهم يعني عندهم مستوى لا بس به لا يستهان به ولكن لو نرجع للتحضيرات التحضيرات لازم تكون يعني تكون في المستوى باش نكونوا واجدين ان شاء الله خاصة بهذا المقابلات هذه الودية ان شاء الله اللعابين يكونوا يعني في الموعد ويؤديوا يعني مقابلات في المستوى اللي يدخليهم نوعا ما يدخلوا في المنافسة يعني بمعناويات مليحة ان شاء الله تعتقد انه مبارايتين ووديتين كافلتين بتحضير الجيد المونديال؟ مع دوك الاختيار ما كانش في المرحلة هادينا ضمن مقابلتين تقدر تكون يعني كافية لماذا؟ ماشي لنا كل اللعابين على كلين خاصة احنا نقولوا اللعابين اللي كانوا يلعبون لكن اللعابين اللي نقصين منافسها يزمن لهم اكتر اكبر عدد من المقابلات باش يكونوا واجدين وهذا يعني الشي اللي نقدر نخافه منه ويخوفنا نوعا ما هو اللعابين اللي ما كانوش ما عندهمش وقت كبير في اللعب في البطولات اللي يراهم فيها هذا هو يعني الجانب السلبي اللي يقدر يعني يؤثر نوعا ما لمستوى الفريق الوطني نذكر مشاهدين الكرم ان مونير كان لعب سابق وطني لاعب دولي سابق صفوف المتخب الوطني سنوات تسعينيات وحتى بداية سنوات الألفية مونير وشو الفرق ما بين المتخب الوطني في وقتكم ولمتخب الوطني درك؟ الفرق انا اظن خاصة خاصة من ناحية الامكانيات اللي اعطاوها يعني الفريق الوطني وعلى رأسهم يعني سيدرة وراءة اللي ينحييه وعلى المجهود الكبير اللي يداروا الدهف خاصة في الفريق الوطني امكانيات كبيرة اللي يرا هي موجودة الآن حاليا يعني على مستوى الفريق الوطني تسمح للاعب ولا اي مدرب ولا اي مسؤول يعني باش يعمل يعني في ظروف جيدة وبكل بكل ارتياح وبكل سهولة انا نظن يعني في سنوات هذه تحسنت بزاف من ناحية الامكانيات بوهنا في وقتنا الغالب ظروف مكانتش يعني مثل الظروف اللي رانا عايشينها الآن امكانيات كانت قليلة بزاف مقارنة بالوقت الحالي كنت تعاني وخاصة في صفرياتكم الاضغة الافريقية كنا نعانيوا كتير ولكن يعني كان اوقات وكانوا يسهلون لنا يعني الامور ولكن فرق كبير بين امكانيات الموجودة حاليا وامكانيات اللي كانت يعني في وقت نحن وكذلك بالحديث عن المنتخب الوطني لو نتجه الى البرومتر ماذا يرى الجزائريون كيف يرى حدود الجزائريون كيف يرون حدود المنتخب الوطني في مونديال البرازيل نشاهد اذن اراء الجزائريين تمنعوت الان شاء الله ندوها وان شاء الله نفرحوا معهم تاني ولكل نشوفوا كيف نحن معهم بريزيل نروح وان شاء الله نفرحوا معهم ان شاء الله يديروا حاجة في المونديال وان شاء الله نربحوا ونجوزوا بيان نورمال مون بيان مملكيبها دي تال عماده خير من تاع كوب دي موند مالقري وصلوا كوب دي موند في 2010 مملكيبها دي موند في دي موند مات سمت لا عندك شحفات وان شاء الله نتكاليفه وان شاء الله نكملوا مع بعضنا دوك يشوفوا دوك يشوفوا البورميي التور البورميي ماتش دوك حنا ما كما يقولون ما نعفوش يجوارا 100% نتمنى لهم كاليف يفوض الجزيم تور واشا عنت مملكيبها دي موند في موند وفي عقباطين تعنا هوي متل البلاد علي بنا بلي ما يروحش البعيد بصح ما علاش أم بام لحى دولة كوب ديمون الاخرين عندهمها 11 رجلين حنا عدنا 11 رجلين بتاعوا مجموعة دور الأول دور الأول ما يزيد فقط دور الأول صاكو مم تريحا بريمي تور دوزيام تور همدى بينات لدوزيام تور إذن كما لاحظنا مونير الحديث فقط عن دوزيام تور كما قالوا دور الثاني المرور للدور الثاني هذا حلم كل جزائريين بطبيعة الحالي أنه الفريق الوطني في كل مشاركات والثلاث مشاركات السابقة يعني الدور الأول وعودنا في كل مشاركة ولهذا يعني جميع جزائري ومناصرة الفريق الوطني يتمنى باش الفريق الوطني ولو يعني على أقل شي يعني نفوتوا للدور الثاني وهذه أمنية كل الجزائريين إن شاء الله لما لا هي مهمة يعني مهيش محال ولكن صعبة وصعبة جدا كما سبق وقلنا عندنا فريق اللي عنده الحضو التعويز مئمن فيها ويلعبها يعني إن شاء الله يكونوا يعني يمدوا يعني كل مجهودهم باش إن شاء الله نلحقوا لهذه الأمنية اللي كل الجزائري يتمناها ويأتي ومئة الدور الثاني إن شاء الله مرور إلى الدور الثاني إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق إدالي المتخب الوطني إذن في تحضيراته وفي تنقل للبرازيل وخوضه لثلاث مباريات أمام كوريا الجنوبية بلجيكا والمتخب الروسي هناك مشاهدين الأكرم نستوقفكم عند هذا الفاصل ثم مشاهدين الأكرم وضيف قهوة جورنان صباحة اليوم مساعد مدرب اتحاد العاصمة مونير زغدود مرحبا بأن جديد إذن مونير اليوم كذلك عشاق الرياضة في الجزائر على موعد معحدث أوروبي كبير تحدثت عنه كل الجرائد تقريبا إذن جريدة الوطن على سبيل المثال عنوانت في صفحتها الأولى مدريد إذن منقسم اليوم في لشبونة ما بين الريال وكذلك الأتليتيك والخبر قالت الميرينجي من أجل العاشرة والروخي بلانكوس لتحقيق التنائية جريدة النهار قالت الريال من أجل العاشرة والأتليتيكو لدخول تاريخ اليوم في لشبونة اليوم نهائي كأس رابطة الأبطال ونعرف أنه هذا البطولة تستقطع بعدد كبير من المشاهدين حتى أن الجزائريين عشية اليوم رحين يكونوا متصمرين أمام الشاشة التلفاز لمشاهدة المباراة كيف تشوف حدود الفريقين الحدود يعني متقاسمة على كل حال خمسين بالمئة خمسين بالمئة هي كل مقابلة قبل ما تلعب يعني الحدود تكون متساوية لكن لو نرجع يعني حجلوا لمستوى الفريقين يعني منذ بداية هذه الموسم هذا أنا نظن ما لحقوش لهذه الدرجة هذه بالصدفة لحقو بعد يعني ما أدوا يعني موسم كبير وخاصة في رابطة أبطال أوروبا هذه القادر شاء أنه فريقين من مادريد رحين يتقابلوا في هذه النهائية مقابلة محلية ولكن ما يشرحها تجرى في مادريد هذا رح يمد يعني طابعة خاص لهذه النهائية هذا وطعم خاص ثاني أنا نظن يعني رح نشوفوا مستوى كبير الأتيتيكو يعني برهنوا هذا الموسم يعني بأنهم في فرما جيدة ويعني أدوا موسم أزحوا البارصة أزحوا تشيلسي وخاصة المقابلة الأخيرة مع البارصة لكان البارصة هو البطل وين الأتليتيكو يعني سجلوا هذا في تعادل قلبوا الطاولة في الشوطة الثانية فازوا باللقب يعني في بارسلون هذا ما هوش بالسهل ضد فريق كما في حجم بارسلون ريال مادريد كذلك كانت عنده يعني نوع ما بعض الأوقات في البطل أو المستوى نخفض نوعا ما ولكن النهائي يبقى نهائي ونظن الكبار يعني بنوا في هذه المناسبات إن شاء الله رح تكون مقابلة يعني دات مستوى عالي وتشرف يعني الكرة الإسبانية بصفة عامة ومستوى الفريقين أو النوادي هذه بصفة خاصة يقولوا أن الأتليتيك مادريد معروف وقوته في قوة شخصية المدرب سيميوني شخصية المدرب يعني نعرفه كيف كان لعاب هو لعاب يعني عنده حرارة زيدة شوية أنا أو أنا ما وهذا شي هذا يعني مدوا وخلقوا في الفريق اللعابين يخموا كما هو وهذا الدور للمدرب كيفاش يعني يتعامل مع اللعابين كيفاش يرسخ فيهم هذا تقافة الفوز تقافة الفوز اللي نجح بها أنا نظن يعني كما سبق وقلت لك يعني أدوا موسم كبير ويستاهلوا هذا الوصولهم للنهائي هذا وشفنا الفريق هذا يعني بعدما وسم عديدة وهو يعني مستوى نخافض نوعا ما ودرجع بقوة وخاصة مع هذا المدرب اللي يعطالوا يعني روح جديدة على ناقد من ذلك أنشيلوتي الذي يعني قاد الريال إلى النهائي الحلم هكذا كما يقول عشاق ريال مدريد نعرف أن الريال السنوات الأخيرة ما قدش يجتاز النصف نهائي لكن اليوم مراه في النهائي ممكن أن الريال ينال عشرة يقدرين لها لما لا نظن ريال يملك فارق متكامل لعابين يعني عندهم مستوى ويقدروا يدير الفارق في أي وقت رونالد ولا أي لعب آخر يقدر يعني وحده يقلب الموازين مقابلة كما هذه صعبة ونظن يعني الفرضيات هي التي تقدر تكون هي التي تعمل الفارق في هذه المقابلة مونير رح يكون مشجع على الريال أو للأتليتيك؟ أنا من بكري مشجع على الريال ونتمنى الريال هو اللي يفوز بهذه المقابلة على كله إذن مونير لو نعود إذن من الكرة القدم الأوروبية إلى الوطنية مونير يعني مسيرة طويلة بين فريق بناء قسنطينة فريق شوى قسنطينة ثم فريق اتحاد عن البيضة وفريق اتحاد العاصمة وفريق شبيبة بجايا يعني مسيرة طويلة ومع المباريات المنتخب الوطني يعني ممكن يعني ولو تحكينا الذكرى اللي ما زلت تحتافظ بها وما زلت يعني في قلبك على طيلة هذا المسيرتك؟ والله يشوف يعني 19 سنة في مشوار يعني مع الأكابر من شباب قسنطينة حتى الشبيبة بجايا وبينتهم يعني كان اتحاد عن البيضة واتحاد العاصمة في 19 سنة مع الفريق الوطني كذلك وفريق الوطني العسكري هذه يعني بشكون نظرة يعني شفنا يعني عشنا لحظات كثيرة يعني مليحة وكاللحظات تانية اللي الواحد ما هيش ما هيش يعني العكس عكس الفرحة اللي هي الحزن والله في كورة القادم يعني كان وقت فرح فيه وكان وقت الفرحة الكبيرة اللي ما زلت في بلك؟ والله كان فرحات بزاف الحمدولي لما تفوز بالألقاب أنا شخصيا عندي تمن ألقاب سبعة ديتهم مع اتحاد العاصمة ولقب مع شبيبة بيجايا ولقب مع شبيبة بيجايا هو لقب يعني الوحيد لي ملكه الفريق أو النادي هذا منذ تأسيسه يعني شرف لي كنت واحد من اللعابين ولا من المجموعة لي سهمت في هذا اللقب هذا مع اتحاد العاصمة سبعة ألقاب الحمدولي الله أي لقب تفرح به ولكن اللقب الأول هو كاس الجزائر اللي يفوز به مع اتحاد العاصمة يعني يبقى يعني أول ذكرى يعني اللي تبقى يعني فرحة كبيرة وآخر لقب مع عبد جايا كذلك كما قلت لك اللي هو أول لقب للنادي كان يعني عنده طابعة خاصة على كل حال أخذت الكأس من أيدي رئيس الجمهورية عبد العزيزة والحمد لله يعني تبقى دي كرايات دايما الحمد لله فرحة ونبقى ويعني نتفكرها بكل يعني بكل عزة والحمد لله مونير في الأخير فقط كيف تشوف مستقبل كرة الجزائرية أنا أظن مستقبل كرة الجزائرية رعنا نشوفه في هذا المواسم الآخرة يعني من نحية الإمكانيات ومن نحية يعني فيه تحسن تحسن ولكن المستوى يبقى نوعا ما يعني منخفض إن شاء الله نتمنى وفي المستقبل كل واحد فينا مدربين للعابين لمسؤولين يحاول باش يخمم على يعني مصلحة الكرة بصفة خاصة ومصلحة الرياضة بصفة عامة ويمدي يعني مياه بالمياه من مجهوداته ويعني باش يتحسن المستوى يجب كل واحد فينا يمدي يعني ويخمم على الفايدة تعكورة القادم باش يلحقوا المستوى إن شاء الله أحسن ونبقوا نتحسنه إن شاء الله من موسم موسم إذن مونير زغدود مساعد مدرب اتحاد العاصمة شكرا جزيلا لك كنت يعني نورتنا اليوم بحضورك في هذا المنبر منبر قهو جورنال الذي كان اليوم لرياضيين نصيب منه وكذلك إذن مشاهدين الأكرم نتواصل معكم ومجموعة من الأخبار يسودها لنا عبد النور رحاب في فقرة رامي يقوله راهم يقولوا ما بقى الهمش قررت إدارة إقامة الدولة بنادي السنوبر غربي العاصمة تمديد المهلة الممنوحة للوزراء السابقين لمغادرة إقامتهم وذلك في إطار مراعاة ظروف تمدرس أبنائهم ورهم يقولوا جوا هي داغني ديلي راهم يقولوا فيها إنايا وزيرة تشتهد وزيرة التربية الجديدة نورية بن غبرت في التواصل مع أصدقائها على صفحتها في الفيسبوك باللغة العربية في محاولة للرد على خصومها فيما أكد الفيسبوكيون بأن هذا النص يختلف تماما على الطريقة التي ألقت بها الوزيرة خطابها ورهم يقولوا تاني زع ما صحنتي لتكتبه قال وزير الاتصال عبد الحميد جرين يحزنني أن أرى بعض الصحفيين في مرحلة ما قبل التقاعد أو المتقاعدين يعانون من الفقر الأمر الذي يستلزم الشروع في التفكير على مستوى الوزارة لمساعدة هؤلاء الصحفيين مع حفظ كرمتهم رهم يقولوا خالد يغني السيسي استفتر الشاب خالد المقطع الذي يقول فيه دي دي واه بأحد أشهر أغانيه الذي سطع اسمه بها بالسيسي واه خلال حفل بوترو كايرو الذي شارك فيه نهاية الأسبوع الماضي رهم يقولوا يا خالد أراد نمر جنالك رهم يقولوا وين راك يا وزير إن شاء الله تبان حيث لم يظهر وزير الشباب عبد القادر الخمري ولم يغادر بهوى وزارته إلا لبعض الضروريات ما جعل الشباب يسألون على وزيرهم بشغف كبير ويبحثون عنه في كل مكان رهم يقولوا يا وزير إن شاء الله تكون مليح نحن خاطينا هم را ميقولوا بيدا إذن مشاهدين الكريم نصل بكم إلى ختام برنامج اليوم قهوة وجرون على أن يكون لقاء يوم غد إن شاء الله شكرا لحسن الإسرائي والمتابعة السلام عليكم